ما هو حق الكورمور؟ ماذا ينتج؟ ينتج الغاز ما هو الغاز وماذا يستخدم؟ طبعا يستخدم الطاقة الكهربائية ويمد محطات الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان وبالمناسبة حجم الإمدادات يتجاوز السبعين بالمئة سبعين بالمئة من إمداد الغاز لمحطات الكهرباء واعتماد محطات الكهرباء في إقليم كردستان وبعض المحاولات العراقية المتاخمة لإقليم كردستان تعتمد على الغاز الذي ينتج من الصور إذن هو بحد ذاته استهداف اقتصادي أستاذ محمود أنت في سياقات الحديث قدمت لفرشة عن الأراضي التي غير ممسوكة أمنياً مع دول الجوار يعني هل تريد أن تقول أن الاستهداف خارجي هو استهداف داخلي طبعاً العصابات الموجودة في هذه المنطقة أي في منطقة الفراغ الأمني هي عصابات غير منتظمة عندما نتكلم عن ذلك نتكلم عن عصابات الجريمة المنظمة عصابات الجريمة المنظمة الخارجة عن القانون لا هي طبعاً جميع عملياتها بالتأكيد تنفذ هذه العمليات مقابل المال يعني هي ليست عصابات ومنظمات عقائدية تنفذ أجندة أي جهة تدفع لها بالتأكيد ستخضع لهذه الجهة هي عراقية عربية أقليمية عندما نقول يا سيد خوشناو عراقية 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 عصابات منظمة فصائل غير منتظمة عراقية موجودة في منطقة الفراغ الأمني وهذه المنطقة غير خاضرة للسلطة العسكرية الأمنية العراقية لماذا الدولة لم تطلعنا في التحقيقات الأولى عن هذه الفصائل غير المنتظمة وغير الخاضرة على القانون طالما هي تستهدف الدول لماذا هذا السكوت؟ طبعا هاي المرة الثامنة هاي المرة الثامنة أستاذ نجم يتم استهداف في حق الكورملة وفي المرة السابقة تم استهداف أكثر من استهدافين ثلاثة لحق الخورملة في القريبة من أربيل لذلك التحقيقات التي جرت في قليم كورسانو في الحكومة الاتحادية أنا لا أتكلم عن الجانب الرسمي لأن في هذه التحقيقات والنتائج لا تعلن حضرتك تكلمت عن الشفافية لكن في نفس الوقت الجهات الأمنية لا تبوح بصورة رسمية عن الجهات الفاعلية لكن أنا أطيق معلومة ليش؟ في الاستهداف الأخير قبل الأخير عندما تم استهداف حق الكورمور بصاريخ الكاتيوشا تم الرد من قبل قوات البيوشمارقة لمصادر النيران يعني من أين أتت مصادر النيران؟ من غرب المنطقة الغربية لحق الكورمور لكن قوات البيوشمارقة لم تنتظر فقط النتائج التحقيقية عندما توصلت بدقة إلى الجهات الفاعلة الموجودة في منطقة الفراغ الأمنية يعود وقول مرة أخرى حتى لا يفهم الكلام بصورة ويترجم إلى بطريقة أخرى. المتواجدة في منطقة الفراغ الأمني تم رد النيران من قبل قوات البيشمرقة واستهداف هذه المناطق التي خرجت منها النيران. وفعلا تم استدام الفصائل التي استهدفت حق الكورمور. هذه الفصائل لا هي خاضعة لسلطة القادة العام للقوات المسلحة ولا هي خاضعة لإقليم كردستان ولا لأي طرف سياسي. هذه الفصائل أصلا مطلوبة أمام القضاء العراقي بصورة عامة لذلك الحل الوحيد إذا تسمح ليستاذ ناجم. الحل الوحيد هو دمج خطي الدفاع في هذه المنطقة والعودة إلى الاتفاق المسبق الذي حصل في 2015 وفي 2020 وفي 2021 بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى دمج خطي الدفاع وتشكيل أربع مراكز تنسيق متقدمة في ديالة في صلاح الدين في كاركوك في مخمور ومركز رئيسي في أربيل ومركز في بغداد العودة إلى هذا الاتفاق دمج خطي الدفاع وتصفير المسافة الموجودة بين هذين الخطين أن ذلك سيكون اصطدام مع العصابات المنظمة سيكون اصطدام مع الفصائل التي تسول وتجول في هذه المنطقة وتستهدف الاقتصاد العراقي ونقول لك هذه الاستهدافات جميعها تنفيذ لأجندة حتى تكون واضح تنفيذ لأجندة اقتصادية أولا أمنية ثانيا لطرف يريد ضرب البنى التحتية العراقية حتى لا تتمكن الدولة العراقية بما في ذلك الأقليم كردستان من تقوية البنى التحتية وبالتحديد الغاج